السلام عليكم أيها الشعب السوري حابب شوي نتكلم عن قصة نوح عليه السلام عندما نعلمها لأطفالنا وكيف نستفيد منها في الربيع العربي فأنت عم تقرأ القصة مثلا طيب لنبدأ بسم الله قصة نوح عليه السلام أرسل الله تعالى نوحا عليه السلام إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام فدعاهم إلى عبادة الله وحده وبيّن لهم أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وأنهم إن عبدوا الله تبارك وتعالى يسر لهم يسر لهم وين وصلنا إلى نعم يسر لهم أرزاقهم أرزاقهم وأعطاهم ما يشتهون من الأموال والبنين وإن خالفوه عذبهم عذابا أليما يوم القيامة فهلأ أنا سوف أعلق كيف نستفيد منها بالربيع العربي والثورة السورية الكبرى إن شاء الله بس أعطوني الدقيقة بعد فاستهزأ به أشراف قومه ووصفوه بالجنون واتهموه بأنه يريد الرئاسة عليهم وكان كلما دعاهم وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروه وأصروا على الكفر وبعد أن استمر يدعوهم إلى عبادة الله تعالى تسعمائة وخمسين سنة لم يؤمن به إلا قليل منهم طيب الآن نحن بالنسبة لموضوع الربيع العربي أو الثورة السورية الكبرى مثلا فيك تقول له هنا أن الآن نحن نمر في الأمة الإسلامية أن كثير من الشعوب تعبد الحكام فتستعمل الحكام التواغيد كأصدام وأن هناك العلماء والدعاة يحاولوا أن يعلموا المسلمين يعني كيف يعبد الله ويقرأوا القرآن ويطبقوا القرآن الكريم في حياتهم والآن يعني في العالم العربي كما تعرف وصلنا خمسين سنة في بعض البلاد وثلاثين سنة وعشرين سنة وستين سنة وثمانين سنة مثل خاصة فلسطين يعني ثمانين سنة محتلة وفي سوريا عنا خمسين سنة بيت الأسد محتلة فالمهم يعني كل ما تقرأ هذه القصص من القرآن الكريم ومن يعني قصص الأنبياء يجب أن تتكلم مع أبنك وبنتك عن موضوع الربيع العربي وموضوع أن ما الحكمة من وراء الربيع العربي ومن ثورة الثورة السورية الكبرى وغيره 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 طيب فلما يأس نوح عليه السلام من إيمان قومه دع الله تعالى أن لا يبقي على الأرض أحدا منهم فأمره أن يصنع سفينة ليركب فيها هو ومن معه من المؤمنين الذين صدقوا دعوته وآمنوا بالله تعالى وتركوا عبادة الأصنام ووعد الله تعالى نوحا عليه السلام بإغراق من خالفه وهذا ما حدث في الثورة السورية الكبرى ضلون يعني العلماء والصالحين ينبهوا هذه عائلة الأسد مجرمة لا تعبدوها هذه سوف تغرقهم سوف تغرق بلاد سوريا وملاد الشام ولا تظلموا ونفس الشيء في اليمن ونفس الشيء في مصر ونفس الشيء في ليبيا ونفس الشيء في أماكن أخرى ولكن لم تسمع الشعوب كثير من الشعوب مع الأسف أرادوا أن يساعدوا الطواغيت والمجرمين ويتبعوهم كأصنام ولذلك يعني صارت هذه الانتفاضات وصارت هذه الثورات واضطروا البعض أن يستعمل السلاح بسبب مقتل أمه وأبيه وغيره وغيره فكثير من الناس يتفاجأون لماذا الشعب السوري استعمل السلاح والشعب اليمن استعمل السلاح والليبي وغيرهم وكذا هذا كله من الظلم ومن الطغيان ومن الجرائم ومن المصائب التي تمر بها شعوبنا طيب ولما ولما أتم نوح صنع السفينة أمر الله تعالى السماء أن تمطر مطارا غزيرا والأرض أن تتفجر عيونها بالماء والأرض أن تتفجر عيونها بالماء وركب نوح عليه السلام ومن آمن معه السفينة والسفينة الآن هي أيها السوريون وأيها المصريون وغيركم هي الربيع العربي والثورة والحرية والكرامة والأخلاق والعودة إلى الوفاء والأمانات والعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى المهم وحمل معه ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوان لتعمير الأرض وما يكفي راكبي السفينة من الزادي فصارت بهم في موج كالجبال وكان لنوح عليه السلام لم يؤمن بالله ولم يصدق ولم يصدق برسالة أبيه فدعاه إلى أن يركب معه السفينة لينجو من الغرق وهكذا الذي حدث أن كل عائلة في سوريا والعراق انقصموا ناس مع الثورة وناس ضد الثورة ناس مع الطاغية وناس ضد الطاغية ناس مع الظلم وناس ضد الظلم شايفين فانقصموا إلى طائفتين ناس مع الظالم وناس مع المظلوم وكان لنوح عليه السلام ابن لم يؤمن بالله ولم يصدق برسالة أبيه فدعاه إلى أن يركب معه السفينة لينجو من الغرق فخالف أمر أبيه وقال له سألجأ إلى قمة جبل تنجيني من الغرق ونفس الشيء هنا يعني آل سعود وأبو سليمان سلمان يمكن نصح ابنه سلمان قال له يا سلمان لا تحارب العلماء يا أبني محمد بن سلمان لا تحارب آل سعود لا تحارب الشعب السعودي قال سأنجي إلى كوشنر سألجأ إلى ترامب سألجأ إلى فيانكا سألجأ إلى الفلوس سألجأ إلى السلاح سألجأ وسألجأ إلى الغرور وغيرها من الطواغيت وهذا ما يحدث لمحمد بن سلمان وقال له سألجأ إلى قمة جبل تنجيني من الغرق فقال له أبوه لن ينج اليوم من الغرق إلا من آمن بالله تعالى ثم اشتد الموج وعلى الماء فأغرق الجبال وغرق ابن نوح مع المغرقين ولم يعلم أن عصيان الأبي يؤدي إلى سوء العاقبة ولما انتهى الطوفان رست السفينة على جبل الجودي بالموصل وخرج نوح عليه السلام ومن معه وانتشر أبناؤهم في الأرض فعمروها فهكذا يعني التواغيت مثل ابن سلمان وكذا كلما هدولا سوف ينتهوا والسيسي وابن زايد كل هؤلاء سوف يعني ينتهوا ويغرقوا في الطوفان الذي يأتي إذا كان هذا الطوفان قد يكون حرب شرسة بين السعودية وإيران وبين أمريكا وروسيا وبين بعض القوى العظمى والآن يعني مشكلة الخاشقجي وتطورها وكشف معلومات عن أنه قطع ونشروه وإلى غير ذلك فأمور من سيء إلى أسوأ فبن زايد والسيسي وكل هؤلاء وبن سلمان كلما دولا سوف يغرقوا وتنجوا السفينة وهي السفينة هذه الربيع العربي وهي الثورات العربية المباركة الكبرى ويجب أن نعتبر من قصص القرآن ونفقه ونتفهم كيف نستفيل في حياتنا وفي تطوير ثوراتنا وفي تطوير شعوبنا وأن نذكر شعوبنا بأن لا فائدة من مساعدة الطواغيت لا فائدة من الظلم لا فائدة من الرشاوي والفساد وغير ذلك لأن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر الحق الله غالب على أمره الله غالب على أمره فيعني يجب مناقشة هذه الأمور أنتم عم تدرسون لغة عربية أنتم عم تدرسون هون أيها القرآن الكريم ناقشوا مع أولادكم ناقشوا مع أسركم طيب هنا نكمل بعض أيضا الدروس والعبر بالنسبة للدروس لماذا أرسل الله تعالى نوحا عليه السلام إلى قومه نفس السؤال بتقوله لأبنك مثلا أو بنتك لماذا الله سبحانه وتعالى شجع الشعوب العربية وعلماء الأمة الإسلامية بأن ينطفضوا في ثورات الربيع العربي كم لبث نوح يدعو قومه كم لبث العلماء يدعو المصريين والسوريين والعراقيين وغيرهم إلى نصرة الحق إلى العدل هل استجاب قوم منوح لدعوته؟ هل استجاب البعثيين والناصريين والشيوعيين وغيرهم من الظالمين والباطنيين في شعوبنا؟ هل استجاب قوم منوح لدعوته؟ هل استجاب قوم مصر وقوم سوريا وقوم ليبيا وقوم اليمن وقوم السعودية؟ الآن بداية ثورة سعودية كبرى مباركة ولكن الناس لا تنتبه إلى هذا الشيء كلما ازداد ظلما محمد بن سلمان إلى أهل سعود وإلى السعوديين فسوف ينتفضون وسوف تقوم ثورة شرسة وقوية ضد أهل سعود وضد محمد بن سلمان وخاصة الآن بعد توريد بجرائم ضد الخاشقجي هل استجاب قوم نوح لدعوته؟ وكيف قابلوا هذه الدعوة؟ متى دعا نوح على قومه؟ وبماذا كانت هذه الدعوة؟ بما أمر الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام ولماذا؟ شايفين هنا نقطة كتير مهمة سألجأ إلى قمة جبل سألوذ إليها وأعتصم بها أنت عم تشرح لأبنك دروس اللغة العربية وتبسط له القصص وكذا استعملها في ما يجري حولنا من واقع أنزلها إلى فقه الواقع علمه كيف يستفيد من فقه الواقع المشكلة أنه الآن كثير من مناهج التربوية والتعليمية لا تربط ما نتعلم إلى الواقع يقرؤون آيات القرآن الكريم والأحاديث وحلقات ويذهبون إلى الجامعات ويذهبون إلى خطب الجمعة ولكن بعدما يخرجون من خطبة الجمعة لا يفكرون بالخطبة والخطيب أحيانا كمان لا يريدهم أن يفكروا بالخطبة أو يتدبروا القرآن أو يتفكروا بالقرآن الكريم طيب لماذا حمل نوح عليه السلام في السفينة ذكرا وأنثى من كل صنف؟ هل نخلص الفيديو